بسم الله الرحمن الرحيم أولاً يسعدني وشرفني وجودي في هذا المكان مع كوكبة من القيادات والخبراء في دبي حيث شرف لأي حد يعني بشعر بمسؤولية كبيرة في هذا المكان أن أنا أتكلم على موضوع الحوكمة ولكن خليني أتكلم الأول على بعض المعلومات الأساسية معهد حوكمة هو معهد مملوك الحكومة الدبي بالكامل هو جزء من حكومة دبي وهو بيت خبرة في مجال حكومة الشركات تم إنشاؤه في عام 2006 ليكون هو الوسيلة لنقل الخبرات والتجارب الموجودة في الدول المتقدمة في الحوكمة وتطبقها في دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الدول الأخرى الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال الأفريقي والحقيقة منذ إنشاء المعهد بالفعل عمل الكثير من الجهود وعمل سواء مع الحكومات أو مع الشركات والمؤسسات الكبيرة في المنطقة العربية على الكثير من مشروعات الحكامة المختلفة التي نفخر بها بشكل كبير المعهد شريك مع المؤسسات الدولية الكبيرة في مجال الحوكمة سواء البنك الدولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صندوق النقد الدولي وغيرها من الجهات الكبيرة المعروفة في العالم في مجال حوكمة الشركات الحقيقة إن المعهد في خلال 11 سنة اكتسب الكثير جدا من الخبرات والمعارف الخاصة بالمنطقة العربية وبتسداد قواته كل يوم من خلال المزيد من العمل مع الجهات والمؤسسات المختلفة في المنطقة العربية أنا الحقيقة بشره برئيسة هذا المعهد منذ 2014 تم تعييني رئيس تنفيذي في هذا المعهد أصلاً أنا أساس في إدارة الأعمال في جامعة القاهرة وأنا أنشأت المركز المصري لحكمة الشركات في 2004 وكنت رئيسه والمركز المصري مسؤولية الاجتماعية للشركات وكنت رئيس هذا المركز وعمل دكتوراه في الاقتصاد من جامعة مانشستر ومانشستير في الإدارة العامة أو الإدارة الحكومية من جامعة كالتون في كندا ومارست الحوكمة سواء في الحكومة أو في الشركات من خلال مجالس الإدارة في الكثير من الشركات الكبيرة الحقيقة المدرجة في البورصة المصرية والمملكة للدولة أيضاً الحقيقة ماهد حوكمة يعني في أربع مجالات أساسية لعمل مركز الحوكمة أول حاجة هو نشر الوعي بقضايا الحوكمة ما زلنا حتى الآن يعني في الكثير من المفاهيم اللي هي فيها شيء من الخلطة أو الصعوبة في الفهمة في حوكمة الشركات وفي الحوكمة بشكل عام فأول حاجة نعملها هي مسألة نشر الوعي بمفاهيم الحوكمة بشكل عام ده الشق الأول حقيقة في العمل بتاعنا الشق الثاني وهو تطوير السياسات يعني بعد أن ينتشر الوعي ونفهم موضوع الحوكمة والقضايا الخاصة بالحوكمة لابد من ترجمة ذلك إلى سياسات تنفيذية حتى يتحول الأمر إلى واقع وليس مجرد مؤتمرات وندوات وأحاديث شيقة وينتوقف الأمر عند هذا المجال فالنشاط الثاني وهو النشاط الخاص بتطوير السياسات الخاصة سواء بجهات حكومية أو بالشركات والمؤسسات الكبرى بشكل عام وبالتالي بنعمل بالشراكة مع كثير من الجهات في وضع نظم حوكمة وتطبيقها بشكل جيد الحاجة الأخيرة الخاصة ببناء الكفاءات البشرية أنه من خلال خبراتنا لن يتم تطبيق الحوكمة بشكل جيد إلا من خلال وجود كفاءات بشرية واعية لما هي الحوكمة وأهميتها وكيف التطبيق مشتعها بشكل سليم وبالتالي لو توقف الأمر عند وجود الواعي ووضع نظم وبدون وجود خبرات وكفاءات بشرية لن يتم تحقيق شيء في مجال الحوكمة وهو الأشق الأخير فيما نكون به من أنشطة في موضوع الحوكمة خلينا بقى الحقيقة نتكلم بشكل سريع عن موضوع الحوكمة المفهيم والركاز السيلي وأرجو أنه أثناء الكلام لو في حد عنده سؤال بس يرفع إيده يعني عشان يبقى الموضوع فيه شيء من مشاركة وليس تجاه واحد في التواصل الحقيقة هو تعقيبا على الكلمة اللي قيلت فيها الافتتاح النهاردة الصبح وقع الأمر أنه بالفعل مفهوم الحوكمة نشأ في الغرب كمفهوم وكمصطلح علمي وكان فيه يعني خلاف على ما نطلق عليه باللغة العربية نسميه إيه بالضبط وظهرت الكثير من المصطلحات المختلفة في هذا المجال حتى يعني في 2003 طلع مجمع اللغة العربية وهو يضم علماء في اللغة العربية من دول مختلفة في المنطقة وانطقوا المصطلح حوكمة الشركات أو الحوكمة لو بنتكلم بشكل عام وقالوا أن هذا هو المصطلح اللي بيعكس بالفعل المفهوم المقصود من الحوكمة وبالتالي تم الإجماع على أنه المصطلح الصحيح الذي يمكن أن نستخدمه في الدولة العربية لهذا المفهوم هو كلمة الحوكمة وبالتالي لم يعد هناك خلاف على هذا الموضوع في بعض الناس لسه بيسميها إدارة رشيدة ولكن المصطلح الصحيح والحقيقي تم إقراره من المجمع اللغة العربية هو كلمة الحوكمة الحقيقة أنه هناك الكثير جدا من التعريفات في مجال الحوكمة وهذه التعريفات يعني عديدة ولا يعني لا أحصلة لا أهلا ودخلتوا على جوجل عملنا سيرش على كلمة حوكمة هتقول كثير جدا من التعريفات يمكن أول أو أحسن تعريب نستخدمه وهو أنه بنتكلم على حوكمة الشركات هي النظام الذي من خلاله يتم توجيه المؤسسات والرقابة عليها وبنفس المفهوم لما نتكلم على الحوكمة بشكل عام في الجاهات غير الشركات فهي النظام يتم من خلاله توجيه المؤسسة والرقابة عليه أهم حاجة في هذا التعريف أنه بيتكلم على حاجتين مهمين جدا وهي التوجيه والرقابة لأنه من أحد الأخطاء الشائعة لمفاهيم الحوكمة بالذات في الجاهات الحكومية النظر إليه على أن هي رقابة الحوكمة ليست الرقابة الرقابة جزء من منظومة الحوكمة ولكنها ليست هي الرقابة إذن فيه شقين مهمين الشق الأول هو التوجيه وهو إزاي نحط توجه عام للمؤسسة وبالتالي كل ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالاستراتيجية والتوجه العام والرؤية الخاصة بالمؤسسة كل ده ينصب في منظومة الحوكمة وليست فقط الرقابة على التطبيق بعد ما يتم وضع التوجه العام والنظم العامة بنحط النظام اللي من خلاله نراقب على أن نحن مازلنا على الطريق الصحيح في هذه المؤسسة وليس هناك أي خروج عن التوجه العام اللي تم إقراره من الجهة المفروض أنها تقر التوجه العام للمؤسسة فإذا أرجو أنه يكون أهم حاجة نطلع بها من هذا التعريف أن الحوكمة ليست هي الرقابة الحوكمة تختلفة عند الرقابة التعريف الثاني وهو الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه المنظمة هي المنظمة اللي بتضم في عضوياتها أكتر دول متقدمة في العالم من ناحية الاقتصادية هذا التعريف أطول شوية ولكنه في تفاصيل زيادة شوية فبيقول على هو النظام اللي بيحدد توزيع الحقوق والمسؤوليات داخل الأطراف المختلفة داخل الشركات أو المؤسسات وبالتالي هو أنا بيتكلم أن في أي مؤسسة في أطراف مختلفة في هذه المؤسسة داخلها أو خارجها توزيع الواجبات والحقوق بين هذه الأطراف هو جزء من منظمة الحوكمة وابتدى يدي أمثلة تنطبق على الشركات ولكنها تؤخذ بنفس المفهوم على الجهات الحكومية بيتكلم على مجلس الإدارة، إدارة تنفيذية، مساهمين، أصحاب المصالح الآخرين في المؤسسة، يعني سوف نتكلم على العملين الموردين، الجهات المانحة وما إلى ذلك كل ديت منظومة داخلة في نطاق الحوكمة بشكل عام وتهتم الحوكمة بالقواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بشؤون المؤسسة أو الشرك وبالتالي سبل اتخاذ القرار ده في صلب موضوع الحوكمة، وبذلك في توفر الآلية التي تتهم عن طريقها وضع الأهداف ووسائل تحقيق هذه الأهداف يبقى إذاً وضع الأهداف ووسائل التحقيق ده من ضمن منظومة الحوكمة زي ما حنشوف دلوقتي فهما دول التعريفين اللي احنا قلناهم طبعا فيه كثير جدا من التعريفات بتركز على بعض هذه الأجزاء أو بتزود شوية من الشرح في بعض تازي الأجزاء هنا داخل الدولة الحقيقة الجهة التي لها حق التعريف هي هيئة الأوراق المالية والسلع وبالتالي التعريف اللي هما تم تبنيه في الهيئة واللي تم تجديده مرة أخرى منذ عامين هو مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي فهو بيتكلم على الانضباط المؤسسي في هذا التعريف في إدارة الشركة وفقا للمعايير والأسليب العالمية فهو بيعترف أن احنا بناخد من المفاهيم العالمية ولكن طبعا بيتم تطويرها بما يتفق مع الواقع بتاعنا وذلك من خلال تحديد مسئوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة أو الجهة الإشرافية على المؤسسة والإدارة التنفيذية وتأخذ في الاعتبار حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين يبا إذا أنه بيتكلم على أن احنا بنهتم بالحكمة ليس فقط بالمساهمين أو أصحاب رأس المال ولكن بأصحاب المصالح يعني كل من يتأثر بمؤسسة هو جزء من منظومة الحوكمة وفقا للتعريف المتبنية هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة الحقيقة يعني أنا عايزة أقول برضو حاجة وأعتقد أن هي يعني معروفة عند الكثير من الناس أنه مفهوم الحوكمة أصلا نشأ في القطاع الخاص لم ينشأ في الحكومة فمفهوم الحوكمة كمفهوم نشأ بالذات في العالم بعد الأزمات المالية كل شوية تحصل أزمة انهيار شركات كبيرة فبدأ يتم النظر إلى هو ما سبب انهيار شركات ضخمة جدا عندها إمكانيات مالية ضخمة جدا وعندها حتى مجالس إدارة قوية فبدأ يتم تحليل أسباب الفشل ومن خلال هذا تم الاهتمام بمنظومة الحوكمة بشكل عام وبالتالي هي في القطاع الخاص نشأت ولكن أنا بعتقد أنه الحقيقة أنه يعني يحسب كثيرا لدولة الإمارات أنها أول دولة عربية تهتم بمفهوم الحوكمة في الجهات الحكومية يعني حتى حتى الآن لو دخلت على مواقع الدول الأخرى كلها اللي موجودة في المنطقة العربية لن تجد حكومة تتحدث عن الحوكمة زي حكومة دولة الإمارات فده يعتبر سبئ رحية كبير جدا للدولة ولكنه بيلقي بالمسئولية على حضراتكم لأنه ما ينفعش القيادة تهتم بالحوكمة وتضع نظم تميز في الحوكمة ولا يتم تطبيقها على المستويات المؤسسية المختلفة وبالتالي بيقع مسئولية كبيرة جدا علينا أن نعكس هذا الفكر فيما يتعلق بأداءنا وتصرفاتنا في الجهات الحكومية المختلفة طيب إيه سر نشأته في الجهات الحكومية؟ الحقيقة في الجهات الحكومية الاهتمام الرئيسي القضايا الخاصة بالشفافية القضايا الخاصة بالإفصاح القضايا الخاصة بمحاربة الفساد لأنه الحقيقة واقع الأمر أن الحوكمة هي عكس الفساد الحوكمة بما تؤدي إلى نشر من المعلومات زي ما شفنا الإعلام ما بينشر القضايا المختلفة الموجودة تحول كل شخص إلى جهة إبلاغ من خلال موبايل ممكن ياخد صورة الحاجة أو يسجل حاجة أو يبعثها فأصبحت الحقيقة قضية الفساد قضية خطيرة جدا وبالتالي الحوكمة هي ضد منظومة الفساد بشكل عام وبالتالي الحوكمة تهدف في الجهات الحكومية إلى وضع المؤسسة على الطريق الصحيح رسم الرؤية المناسبة المؤسسة بما يتفق مع التوجه العام في الدولة وبالتالي ما يكونش فيه أي خلاف في التوجهات ما بين الجهات حكومية والحكومة المركزية اللي هم أصلاً تبعين لها مع نشر المعلومات الخاصة بمحاربة الفساد والقضايا التي قد تؤثر على مصداقية الحكومة وتؤثر على حقوق الآخرين والجهات المتعاملة مع الحكومة بطرق مختلفة وبالتالي ده الحقيقة اللي أدى إلى اهتمام الحكومة بموضوع الحوكمة ولكنها هي أصلاً قضية ظهرت في القطاع الخاص فحتى لو دخلتم دورتم على ما فيهيم الحوكمة الموجودة في معظم المواقع الموجودة في العالم بتاكد بتتكلم على الشركات وبتتكلم على مجالس الإدارة قليل جداً من الحكومات زي مثل حكومة نيوزلندا عاملة قواعد خاصة بالحوكمة في الجهات الحكومية مش هتلوها كتير هتلاقي أن معظم الأدلة بتركز على الشركات وليس على الجهات الحكومية وبالتالي إحنا بنحاول إن إحنا نستقي المفاهيم والأفكار رئيسية ونترجمها كيف يتم تطبيقها في الجهات الحكومية بشكل جيد وشكل مناسب للقوانين والتشريعات طيب الحقيقة أياً كان نظام الحوكمة اللي إحنا نتكلم عليه وهو يعني فيه تفاصيل كتير جداً في هذا النظام وليس هناك نظام واحد مناسب لجميع المؤسسات حتى داخل الحكومة عشان كده حتى بتجد أنه برنامج التمييز فيه شئم المرونة أنه بيسمح لكل مسؤولية تختلف عن المؤسسات الأخرى الموجودة داخل الحكومة الواحدة فيما يتعلق بالحوكمة ولكن من أهم عناصر الحوكمة أولاً مبدأ المساءلة وبالتالي مبدأ أن كل شخص أو كل إدارة أو كل قيادة عنده مسئولية ويسائل على هذه المسئولية فالمساءلة من أهم بدء الحوكمة الحاجة الثانية الرؤية المستقبلية وبالتالي التوجه المستقبلي والاستراتيجي الذي يتناسب مع التوجه العام للدولة ده من أهم مفاهيم وأركان الحوكمة الحاجة الثالثة هي الاستراتيجية إن وجود استراتيجية معينة موضوعة ومصاحب لها مؤشرات تقييم الأداء فأي استراتيجية فيها أهداف عامة لابد أن يصاحبها كيف يتم الحكم على النجاح والفشل في تحقيق الأهداف من خلال مؤشرات أداء معينة ده جزء من منظومة الحوكمة والحاجة الأخيرة هي الإشراف إنه فيه جهة إشرافية تتولى الإشراف على الجهة التنفيذية عشان تتأكد أنها بالفعل ماشية وفقا للطريق المرسوم لها ولا ترحيد عنه سواء بالخطأ أو بشكل متعمد أو بشكل غير متعمد فإذن هم دول الأربع حاجات الهامين جدا في أي منظومة حوكمة فما باجي بقى أتكلم على الجهة الحكومية مش هقدر أقول والله إنه فيه جهة نظام تفصيلي هذا النظام التفصيلي ينطبق على كل الجهات بنفس الطريقة الآلية الموجودة لوضع الاستراتيجية تختلف من جهة لأخرى يعني أتكلم على وزارة أو هيئة تحادية تختلف عن حكومة عن هيئة حكومية موجودة في حكومة دبي هذه الآلية مختلفة وبالتالي التفاصيل تترك إلى كل جهة عشان تشوف الطريقة بناسبة لها القواعد الخاصة بالمسؤولية والمسؤالة تختلف من جهة لأخرى وبالتالي الإطار العام أهو ولكن كيفية تطبيقه هيختلف من جهة لأخرى وبالتالي لابد من ترك المساحة للخلاف طيب الحقيقة برضو مهمة جدا إن إحنا نبقى فاهمين إنه منظومة الحكومة ليست منظومة داخلية فقط يعني إن في أي مؤسسة إنه فيه منظور داخلي ومنظور خارجي المنظور الداخلي وهو الخاص به القواعد والنظم الداخلية اللواقع الداخلية الخاصة بالعمل زي اللواقع الخاصة بالنواح المالية المشتريات لو جيها بتعمل اللواقع الخاصة بيها ففيه ما يتعلق بالمنظومة الداخلية في الحوكمة وفيه بقى المنظومة الخارجية وهي الجهات الرقبية المختلفة الجهات التشعيعية الجهات بتسن قوانين للدولة ففيه منظومة خارجية فلما بيتم إنشاء مؤسسة معينة ولتكن جيها حكومية في حكومة دبي أول حاجة بتحصل هو بيتم النظر الإطار العام اللي موجود في حكومة دبي وبعدين الإطار العام على مستوى الدولة ويتم سياقة النظم الداخلية بما يتفق مع التوجه العام للإمارة والدولة ولكن كل جهة لها النظم الداخلية الخاصة بيها يعني حتى فيما يتعلق بعمل مثلاً ميثاق للأخلاقيات المهنة ده بيختلف من المؤسسة للتانية ما هو مقبول أو غير مقبول وفقاً لقواعد الفساد ده يختلف من جهة للتانية وهكذا وبالتالي فيه منظور داخلي وفيه منظور خارجي المنظور الداخلي بيعكس القوانين المعمول بيها في الدولة بشكل عام في أي مؤسس يبيزاً الحوكمة ليست قضية داخلية ولكنها قضية عامة يتم ترجمتها إلى قواعد داخلية خاصة بكل مؤسسة وجهة حكومية الحقيقة المشكلة الرئيسية في الحوكمة اللي احنا دايما بنتكلم عليها هي قضية يعني فيه فيه يعني فكرة مشهورة وهي إنه فيه عندنا ستة يعني ستة أشخاص عومي أو مش بيشيثين حاجة بنحطهم قدام فيل وكل واحد بنقوله إحنا هو مش عارف هو قدام إيه قالوا المس حتة وقلنا أنت إليه قدامك ده فالمشكلة هو مش شايف حاجة فهو بيلمس حتة معينة فما بيجا يقول مثلا لو واحد حاطت إيده على وطن الفيل أنت وقف قدام إيه بيقول أنا وقف قدام حيطة لو واحد ماسك ديله بيقول أنا ماسك خرطوم لو واحد ماسك مثلا ويدنه بيقوله مش عرفها ماسك وهكذا فهي مشهلة الحوكمة كده إن هي مفيش حد بيتخرج من الجامعة اسمه خريج بتاع حوكمة فيه خريج بتاع اقتصاد فيه خريج إدارة فيه خريج فاينانس فيه خريج كيميا فيه خريج قانون ولكن مش حاجة اسمها خريج حوكمة نظام الحوكمة بطبيعته هو نظام متعدد المجالات المختلفة فبنتكلم على التشريعات والقوانين هي بتمثل جزء من منظومة الحوكمة بنتكلم على نظم الرقابة الداخلية هي جزء من منظومة الحوكمة التوجيه الاستراتيجي في المؤسسة هي جزء من منظومة الحوكمة وهكذا وبالتالي الخطأ الشاء إن أنا أجيب واحد ولا يكون خبير قانوني أقول لحطيني نظام حوكمة مش هيعرف لأنه هو نظام الحوكمة ليس فقط قانون فيه جزء خاص بالاستراتيجية فلازم حد بتاع التوجيه الاستراتيجي يكون جزء من فريق وضع هذا النظام في نظم رقابة داخلية فلازم حد بتاع رقابة داخلية يكون جزء من هذه المنظومة وهكذا وبالتالي الحوكمة بطبيعتها لو أنا بسأل فيها حد قانوني حيديني تعريف من ناحية قانونية لو بسأل حد بتاع تطقيق حيديني من ناحية تطقيق وهكذا الحوكمة هي مفهوم كبير وشامل وده اللي بيصاعد كثير جدا من وجود خبراء في الحوكمة إنها ما هيش ما فيش جامعة بتخرج خبير في الحوكمة ده لازم يكون ملم إلى حد كبير بهذه المجالات المختلفة أو يكون عارف إن هو لازم يكون هذا الفريق متكامل فيما يتعلق به المعارف الخاصة بالحوكمة وبالتالي في بعض المفاهيم جاية من علم الاقتصاد في بعض المفاهيم جاية من القانون في حاجات خاصة بالثقافة المؤسسية وثقافة العمل في المؤسسة عاملة إزاي في بعضها خاصة بالتطقيق والرقابة في بعضها خاصة بالتوجه الاستراتيجي وفي بعضها خاصة بالمحاسبة التمويل فالحوكمة هي بتضم كل هذه النظم مع بعض عشان كده حتى لو احنا في بعض الجهات الحكومية بتجد ان فيه ادارة اسماء دارة حوكمة هذا لا يعني الحوكمة هناك بس هي ادارة تنسيقية بتنسق مع باقي الجهات لانه في النهاية الحوكمة هي منظومة متكاملة وليست مش ممكن نحصرها في ادارة واحدة هي دي بتاعة الحوكمة لا ماينفعش هي توجه مؤسسي بشكل عام على مستوى الجهة الحكومية كلها بالكامل طيب منظومة الحوكمة الحقيقة كفكرة هي مش فكرة جديدة يعني هي كفكرة فكرة قديمة جدا وزي ما قلت هي اول ما ظهرت ظهرت في القطاع الخاص اول حد تكلم عليها الحقيقة هو ادم سميث اللي هو بيسموه ابو الاقتصاد الانجليزي فادم سميث تكلم على حاجة انه وقتها كانت الملكية العامة للدولة هي نموذج الشائع في الاقتصاد الانجليزي وكان بيقول ان هو التنمية لا يمكن ان تحدث من خلال ان الدولة تملك الانتاج لازم القطاع الخاص هو اللي يبتدي يبادر به الاستثمار والانتاج وده التوجه اللي موجود عندنا حاليا في المنطقة العربية فهو قال انه هيحصل ان احنا اول ما حنتدي نتاجه الى القطاع الخاص هيبقى فيها عندي مشكلة اسمها مشكلة الوكالة وهي ان في بعض الناس عندها رأس المال بتستثمر رأس المال في مؤسسات وحتجيب ادارة متخصصة مدام فصلنا الملكية عن الادارة هيبقى فيها عندي مشكلة انه المدير قد يقوم بتعظيم مصلحته هو على حساب اصحاب رأس المال فلازم وضع ضوابط للعلاقة ما بين صاحب رأس المال اللي بيمول وبين الجهة اللي بتدير هي دي بزاق فكرة الحوكم ان انا فيها عندي جهة الدولة بتحط السمارات في مؤسسات وفي ناس بتدير هذه المؤسسات اللي تستثمر هي الدولة عندها رؤية معينة لازم تتأكد ان رؤية بتاعت الدولة منعكسة على تفاصيل المؤسسة وليست المؤسسة بتعمل بمعزة عن التوجه العام للدولة هي دي بالزبط الفكرة اللي بيتكلم عليها موضوع الحوكمة طيب ما هي العلاقة بين الحوكمة والادارة يعني في البعض ممكن يقول الله بهذا المفهوم الحوكمة هي الادارة لا الحوكمة ليست هي الادارة الحوكمة هي نظام اعلى زي ما قلنا بيحط التوجه الاستراتيجي للمؤسسة التوجه الاستراتيجي للمؤسسة ليس من اختصاص الادارة ده هي في جهة اعلى من الجهة الحكومية هي اللي بتحدد لها التوجه العام بتاعها فهو ده جوز ابن الحوكمة وفي جهة اخرى بترأب عليها من بره فده جوز ابرضه من الحوكمة يبقى اذا الحوكمة ليست هي الادارة الادارة هي ما تعلق بالاعمال اليومية في المؤسسة اللي هي الـ operations بنسميها ادارة تنفيذية ولكن في جهة بتحدد توجه عام وتشرف عليها هي دي اللي بتركز عليها منظومة الحوكمة طيب اما هم التقاطع بيتم فين؟ التقاطع بيتم زي ما قلنا انه لا بد من التأكد انه ما تقوم به الادارة التنفيذية هو بالفعل ما تريده الجهة الاعلى ان هي تقوم به فالادارة اليومية ليست جزء من الحوكمة ولكن لا بد من التأكد ان هي قليات صنع القرار نظم الرقابة الداخلية نظم الاعتماد المالي نظم المشتريات كلها في التوجه العام للجهة الاشرافية الاعلى منها يبقى اذا ان ادارة اليومية ليست حوكمة الحوكمة هي منظومة اعلى من الادارة التنفيذية توجهها بشكل عام وتشرف عليها بشكل عام وبالتالي دايما نازم نتكلم على الاتنين لما نتكلم على الحوكمة الحوكمة ليست هي المسؤولية اجتماعية للشركات المسؤولية اجتماعية جزء من الحوكمة وبالتالي ليست هي المسؤولية اجتماعية ليست هي الادارة المالية وليست هي التطقيق زي ما قلنا قبل كده هي جزء بالمنظومة ولكن المنظومة أكبر من كده بكتير طيب زي ما قلت هو مفيش مقاس واحد بيناسب جميع المؤسسات يعني فوفقا لقواعد الحكمة الدولية أنه أي نظام حكمة أيا كان بعمله في المؤسسة لازم يكون فيه أربع شروط أساسية وبالتالي المفاهيم العامة هي الأربع شروط دي بأتكلم بها جاية حكومية جاية خاصة شركة شركة صغيرة شركة كبيرة المهم في الآخر يبقى الأربع عابدة دي متوفرة في أي مؤسسة فيها نظام حكمة أول حاجة المسئولية أنه هو بيتم توزيع المسئوليات على الأطراف المختلفة بشكل عادل باتكلم بقى سواء مجلس إدارة مجلس تنفيذي باتكلم على وزارة باتكلم على أيا كان المهم فيه توزيع مسئوليات من هذه الجهات المختلفة داخل المؤسسة وخارجها يبقى أن توزيع المسئوليات الحاجة التانية النحية التانية المسئولية هي المساءلة بعد أن بدي مسئوليات لأشخاص وجهات وإدارات معينة تعطى لها موارد عندها صلاحيات لابد أن يتم المسائلة عما حدث يبقى أنا بعمل المسئولية وبعدين بعدها يعقوبها المسائلة الحاجة التالتة هي الشفافية الشفافية والمخصوب بيها الإفصاح عن كافة المعلومات التي تهم الأطراف الأخرى أنا كمؤسسة بتعامل مع الجمهور في معلومات لابد أن تتاح للجمهور من المطلقة الشفافية بما فيها حتى لو فيه مشاكل أو فيه تحديات لو فيه أخطاء التواصل مع الآخرين في غاية الأهمية عشان كده تجد الشركات الكبيرة هو بيطلع بيان صحفين حصل عنده حالة فساد أو حصل عنده فيه مشكلة فيه معمل الإنتاج بتاعه أو فيه ده وحصل فيه مشكلة هو اللي بيقول هو بيفصح للجمهور عن هذه القضايا وده الحقيقة حتى لما بتكلم عن الانتقاد الذاتي أو المشاكل بتطوع بإعلانها للجمهور بيزود مصدقية الجهة إنه الجهة تطوعا بتقول المشاكل الموجودة عندها فده بيزود مصدقية الجهة أمام الجمهور فبيخليها ما تطلع بأي معلومة أخرى فيه ثقة إن هذه المعلومة حقيقية لأنها بتقول اللي عليها وليها في نفس الوقت والحاجة الأخيرة هي العدالة مهم جدا لما بحط أي سياسة خاصة بالمؤسسة لابد يكون فيها عدالة عدالة بين العاملين عدالة مع الجمهور عدالة مع أي أطراب بتعامل معها وعدالة مع الجهات المتعاملة معايا أي أنكات هذه الجهات هي أي فأي نظام حكامة بتكلم عليه لازم يكون فيه هذه الأربع شروط لو فيه واحد منهم غايب يبقى فيه عندي مشكلة وما ينفعش نظام حكامة فيه الشفافية ما ينفعش ما ينفعش ما يكونش فيه مساءلة ما ينفعش وبالتالي هذه الأربع حاجات هي عناصر رئيسية في أي نظام حكامة أي أنكات الجهة بتعامل معها حجمها إيه وفقا لمنظمة التعامل والتنمية الحقيقة سأتكلم في عجالة عن مجمواتين من القواعد المجموعة الأولى الخاصة بحوكمة الشركات المدرجة في البورصات سأتكلم بس عليها في سلايد واحدة الحقيقة سأتكلم أول حاجة أنه لابد أن يكون هناك إطار عامل الحوكمة إطار عامل هي القوانين والترشيعات والنظام القضائي فما يجب أتكلم على حوكمة في دولة وأقول الله عايز أعمل الشركات دي تحمي حقوق المساهمين مش هينفع أعمل كده من غير قوانين وترشيعات ونظام قضائي قوي يحمي حقوق المساهمين والمتعنيمة هذه الشركات إذن ده الإطار العام الحاجة التانية حقوق المساهمين لابد أن يكون واضح جدا ما هي حقوق المساهمين وفقا لهذا النظام القانوني سواء استغال المساهمين أو كبارهم أو أي أن كان الحاجة التالتة المعاملة المتكافئة للمساهمين أنه عدم التمييز بين مساهم صغير ومساهم كبير الحقوق واحدة في نهاية الأمر معادة طبع حق التصويت وحق الحصول على الأرباح الرابع حاجة دور أصحاب المصالح أنه كافة أصحاب المصالح لهم دور في منظومة الحوكمة ما ينفعش النظام الحوكمة ينصب على حماية حقوق المساهمين فقط طيب والعملاء بتوع المؤسسة طيب الموردين طيب البنوك اللي بتعامل معها كلهم ليمحووا وبالتالي كل هذه الأطراف لها حقوق لابد أن يتضبانها نظام الحوكمة الحاجة الخامسة لإفصاحها الشفافية والحاجة الأخيرة هي مسؤوليات مجلس الإدارة مجلس الإدارة هو الجهة الإشرافية هو الجهة اللي بتحط التوجهة الاستراتيجي وتراقب عليه أي أن كان هتبقى الجهة دي عاملة إزاي طيب لما بنكلم على الشركات المملوكة للدولة دي الحقيقة المشكلة بتو أكبر شوية لأن الشركات المملوكة للدولة المشكلة فيها إنها أحياناً بيكون عندها حماية خاصة لأنها مملوكة للدولة فلها معاملة خاصة أو لها قوة كبيرة في السوق قد تضر بالقطاع الخاص هو هنا عايز يقول لله إنه مهم جداً الشركات المملوكة للدولة لا تضر بالقطاع الخاص ولا تضر بالمجتمع لأنها مملوكة للدولة وبالتالي قواعد إلى حد ما مختلفة أول حاجة بيتكلم على أهداف ملكية الدولة يعني الدولة بتنملك مؤسسة معينة لأهداف فتكون هذه الأهداف معلنة إنه لماذا تملك الدولة هذه المؤسسة وهذه الشركة إيه أهداف العامة لهذه المؤسسة الحاجة الثانية دور الدولة كمالك إنه الدولة هتعمل إيه كمالك لهذه المؤسسة إزاي هتدخل في نظام الإدارة موجود في هذه المؤسسة يكون موجود في شكل واضح الحاجة الثالثة عندما تتعامل في الأسواق لو هذه الشركة تنافس شركات القطاع الخاص إيه قواعد نحطها عشان تمنع هذه الشركات من هي تضر بالقطاع الخاص الموجود في الدولة بعد كده المعاملة العديل المساهمين والمتعاملين الآخرين العلاقات وأصحاب المصالح يعني إيه العلاقات المنظمة لهذه الشركات مع الجهات الأخرى الموردين والبنوك وما إلى ذلك والحاجة الأخيرة هي الشفاية والإفصاح وكل ده بينصب في نهاية الأمر وبيتم تطبيقه من خلال مجالس إدارة هذه المؤسسات ده الحقيقة الفرق الرئيسي بين هذين النوعين طيب أما بتكلم بالحقيقة الحكمة على المستوى العام أو مستوى الدولة هي فغاية الأهمية لأنها فيها مجموعة من الأبعاد البعد الأول يمكن أنه وجود حكومة قوية وفعالة وعادلة بيؤثر كثيرا على هذا المجتمع زي ما قلنا تميز دولة الإمارات ليس نابع من فروة ولكن نابع من أنه فيه نظم جيدة في الدولة وده اللي خلانا النهاردة عندنا بعض أكبر البنوك في العالم موجودة في الدولة عندنا بعض أكبر يعني مركز دبي الملك العالمي هو واحد من أكبر عشر مركز في العالم موجود فيها أكبر بنوك موجودة هنا في إمارة دبي ده معناه أن نحن عندنا حاجة مميزة هذه الحاجة هي حكومة قوية ونظام قضائي قوي بيضمن لللي بيجي هنا يستثمر فلوسه أنه هو عنده حماية وعنده نظام يقدر يحمي حقوقه في نهاية الأمر لو حصل أي مشكلة ده بيخليه أشعر بالإطمئنان والأمان وأنه عارف أنه لو جاء محدش هيظلمه محدش هيجور عليه أنه هو مش هيتم مصادرة حقه بأي طريقة من الطرق فده بيخليه الحقيقة عنده الرغبة في الإستمار في الدولة البيئة التشريعية في عائلة الأهمية السياسات النقدية المناسبة هي النظام المصرفي القوي ده جزء من الحكام العام على مستوى الدولة بشكل عام سوق رأس المال قوية جدا جدا وجهاز مصرفي قوي وحكومة قوية بتشجع الإستمار وتحافظ عليه عشان كده الحقيقة ده سير الاهتمام بالجهات الحكومية أنه الجهات الحكومية هي قاطرة التنمية هو اللي حيسوق المجتمع هو الجهات الحكومية اللي هي بتشجع القطار الخاصة هو ييجي أو ما بتشجعه وفقا للمغرسات التي تقوم بها هذه الجهات الحكومية المختلفة طيب لما بتكلم بقى على ما هو الإطار أتكلم عن جهة حكومية ما هو الإطار العام للحوكمة في أي جهة حكومية بنتكلم أول حاجة إدارة استراتيجية يعني معناها أن أنا مش كجهة حكومية دوري حل الأزمات اليومية ولكن دوري توجه العام للدولة أن أنا عايز في سنة عشرين واحد وعشرين يبع عندي كذا عشرين تلاتين يبع عندي كذا إذا توجه العام ليس توجه قصير الأجل ولكنه توجه طويل الأجل الحاجة التانية أدرت المخاطر فقاية الأهمية أنه أيا كان الجهة بتشتغل في إيه دايما في مخاطر موجودة قد تكون حجمها مختلف نوع مختلف القناة موجودة قد تكون مخاطر مالية مخاطر سياسية مخاطر طبيعية حتى المهمة يكون أنا عارف هذه المخاطر وبديرها بشكل جيد ده أهم شيء في الموضوع الحاجة التالت أدرت المعلومات دلوقتي أصبحت المعلومات هي أساس الإدارة واتخاذ القرارات فكيف يتدار هذه المعلومات في قاية الأهمية وما نعمل بيها إيه مهم جدا التدقيق ده جزء من المنظومة نحن نجد أن نحط توجه عام ولكن أراقب على التوجه العام إنه هو بالفعل مطبق فده من خلال التدقيق مهم جدا في المنظومة الثقافة المؤسسية إنه مهما نحطينا قواعد ونظم وحاجات زي كده لن يتم تطبيقها إلا من خلال الثقافة تؤيد منظومة الحوكمة فالمهمة الثقافة وليس مجرد وضع القواعد المهمة تطبيق هذه القواعد وليس وضعها وآخر حاجة هي ضبط الموارد بشكل عام إن أنا عندي موارد متاحة هذه الموارد تتم استخدامها بالشكل المناسب وفقها للتوجه العام لجيها الحكومية وده الحقيقة المقصود بالحوكمة أو الإطال العامل والحوكمة في جهات الحكومية الحوكمة في هذا المضمون بتركز على اتخاذ القرارات إن أنا اللي هميني إنه كيف يتم اتخاذ القرار كيف يتم اتخاذ القرار فيما يتعلق به الإدارة المالية كيف يتم اتخاذ القرار فيما يتعلق به المراقبة الداخلية وقالياتها والطرق المختلفة لها كيف يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالمخاطر المستعرض لها كيف يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالقيادة واختيارة قيادات الفرعية وما إلى ذلك كل ده الحقيقة بتهتم بموضوع الحوكمة إذن ليس هو السياسات التفصيلية لكن كيف يتم وضع السياسات هو ده اللي يهمني في منظومة الحوكام في بعض الحقيقة المبادئ العامة إحنا الوقت عاملين في إيه معقول لسه طيب طيب الحقيقة في بعض المبادئ اللي بتشجعها الحوكامة فيما يتعلق بالقيادة أول حاجة هي سياقة توجه استراتيجي شامل المؤسسة بيأخذ في الاعتبار توجه لعمل الإمارة والدولة إذن أنا ما ينفعش بأندي جيئة حكومية عندها سياسة تخالف سياسة الإمارة أو الدولة هما الاتنين حقيقة ماشيين في دفس التوجه العام وبالتالي ده مهم جدا الحاجة التانية إن أنا بركز على أهداف طويلة الأجل يعني الجهة الحكومية ليس دورها أنها بتحل مشاكل يومية فقط ده مهم ولكن رؤيتي بتبص على قدام على أنا كمان عشر سنين عايز أكون فيه كجهة حكومية وكحكومة دبي أو كحكومة إمارات لازم أفكر في الأجل الطويل ليس فقط في الأجل القصير وبالتالي كتير جدا ببعندي موازنة سنوية طبعا بتتحط ولكن أنا عارف أن أنا في هذا العام الموازنة بحقق بعض الأهداف اللي هي بتربط مع أهداف العام اللي بعديه والعام اللي بعديه فأنا عارف زي ببني مبنى ضخم جدا بقول له الله كل سنة ببني جزء منه نفس القصة في التوجه العام في أي جهة حكومية وضع إطار عام للحوكمة جيد وواضح وبالتالي ما يكونش فيه غموض يعني من أهم الحاجات اللي احنا بنراها أحيانا عدم وضوح الرؤية لبعض الوظائف في الجهات الحكومية أو عدم وضوح يعني هي شغلها بالضبط عامل إزاي فإذا نضوح الرؤية لكل جهة في غاية الأهمية في أي جهة حكومية الخطوط الواضحة المسئولية والمساءلة لازم يكون معروف من المسئول عن ماذا ويساءل عليه ما يكونش فيه أي حاجات أوفرلابين أو أي حاجات في التداخل أو حاجات مقررة لا بد من وضعها بشكل إن هو لا يسمح بالتداخل بين الجهات المختلفة أو عدم وضوح من المسئول عن ماذا ووضع إجراءات رسمية وتفعيلها واستخدامها بشكل جيد وتطويرها طبعا بما يتطفق مع الظروف وملاسات المختلفة القيادات والكفاءات البشرية واستثمار فيها يعني حاجة مثلا زي اليوم معموله النهاردة فعاية الأهمية إن أنا بحاول أفهم الناس إحنا هدفنا إيه كحكومة دبي في الآخر فإذا الاستثمار في القيادات والأفراد فعاية الأهمية الاهتمام بالدور المجتمعي للمؤسسة يعني المؤسسة لها دور كجاية حكومية ولكنها أيضا هي لعب في المجتمع وبالتالي المشاركة في الأنشطة المجتمعية فعاية الأهمية عشان حتى بتبقى بتمثل زي مثال يحتزى للقطاع الخاص لما بيجد جاية الحكومية بتكون ببعض الأعمال خاصة مثلا بالبيئة وحماية المجتمع ومساعدة المحتاجين فالمجتمع نفسه بيحس أنه يمكن أن يشارك في هذه الأنشطة تبادل المعلومات في غاية الأهمية مسألت الجاية الحكومية تتحول لجزر منعزلة غير مقبول وفقا للحوكمة أنه في منظومة موضوعة لتبادل المعلومات والاستفادة منها كل جاية حكومية عندها قدر من المعلومات لما تكون هذه المعلومات مشاركة مع الجاية الأخرى ده هيؤدي إلى تعظيم العائد من الحكومة ككل فأنا مش ببص لنافسك يا جاية حكومية مستقلة أنا بعمل في ضوء حكومة كابلة فالتعاون مع الآخرين سيؤدي إلى تحسين المنظومة على مستوى الدولة ككل وطبعا آخر حاجة خالص هي النظام الخاص به النواحي الاستثمارية والمالية واتخاذ القرار في جهات الحكومية طيب بالنسبة بقى للمبادئ الخاصة به الحكومات في الحكومة محلية لو فيه حد شغال في حكومة محلية فيه ست أهداف معروفة عليها عالميا الهدف الأول هو التركيز على أهداف الحكومة وبالتالي أنا ما بحط الرؤية بتاعتي والشغل بتاعي بيركز على أهداف العامة للحكومة وبشوف أنا دوري إيه في هذه الأهداف العامة على مستوى الدولة وليس فقط على مستوى الجهة اللي أنا شغال فيها ووضع رؤية المؤسسة وتنفيذها بعد ذلك الحاجة التانية أن الإدارة والعاملين هم فريق عمل واحد يعني أنا لا يمكن أنظر إلى أن الإدارة موجودة لها توجهات تختلف عن العاملين لما ينفعشوا إحنا فريق واحد في نهاية الأمر فإذا العاملين مع الإدارة بيعملوا كفريق واحد لأهداف واحدة ورؤية واحدة في نهاية الأمر فالتواصل في غاية الأهمية البرامج التواصل مع الإدارات المختلفة في الحكومية في غاية الأهمية أن إحنا نبقى على نفس التوجه العام ثالث حاجة قيم السلطة احترام السلطة الأعلى واحترام أنا حدودي إيكا كإدارة ودي مهمة جدا إن أنا في نهاية الأمر بتعطي لي بعض الصلاحيات لا أخرج عن هذه الصلاحيات أنا عارف اللي دي صلاحيات احترام السلطة في غاية الأهمية إن أنا عندي سلطة معينة لا أخرج عنها ولا أقول على سلطة إدارة أخرى أو جهة حكومية أخرى دي في غاية الأهمية وأظهر قيم الحوكمة الرشيدة والتمسك بالمعيلة عالية في السلوك والتصرف الشفافية في اتخاذ القرارات بتاخذ قرارات معينة سواء ترقي بعض العملين تعامل مع بعض العملاء رفض بعض العملاء اعطاء تصريح في معايير موضوعة ومنشورة ومعروفة وبالتالي لو ييجي عميل بيتعامل بيطلب مني خدمة لو برفضها برفض عفقا لمعايير معروفة ومعلنة ليس هناك شيء مختفي عن العاملين ولا على المتعاملين مع المؤسسة إدارة المخاطر ورقابة الفعلة في عادة الأهمية إن أنا يكون عندي آلية معينة لإقدارة المخاطر في أي جهة حكومية ما هي المخاطر؟ تعريف المخاطر وحجم هذه المخاطر والتعامل معها ده جزء أساسي من الحوكمة في هذه الحالة والرقابة طبعا عليها الحاجة الأخيرة خالص هما إشراك المواطنين وأصحاب المصالح في بعض المؤسسات بيعتمد على وجود صندوق للشكاة والمقترحات ده الحقيقة شيء جيد لكن ليس كافي في بعض الأحيان أنا ممكن أجتمع مع بعض العملاء والمتعاملين الكبار معايا أبتدي أخذ توجهات عامة مشاكل انتقادات تحديات مقترحات للتحسين الأداء يعني مهم التواصل بشكل فعال مع الأطراف الأخرى متعاملة مع الجهة الحكومية في هذه الحالة طيب لو أنا مش طبعا لو أنا مش إدارة عليا ولكني إدارة متوسطة في الجهة اللي أنا شغال فيها في بعض الحاجات الهمة جدا لازم أكون عارفة أول حاجة أنا مسئوليتي إيه بقى في الحوكمة أول حاجة لازم أفهم ما اللي مخصوب بالحوكمة فيه الجهة الحكومية اللي أنا بشتغل فيها يبقى إذن أنا متفاهم ما هو مفهوم الحوكمة في الجهة اللي أنا شغال فيها دي فعالة الأهمية الحاجة الثانية نشر هذا المفهوم للآخرين إذن أنا فهمت ما المخصوب بالحوكمة لو أنا بشتغل في إدارة مع آخرين لازم أتكلم معاهم على ما هو المخصوب بالحوكمة في الهيئة اللي أنا شغالين فيها أو جهة اللي أنا شغالين فيها الحاجة الثالثة إدراك أهميتك أنت نفسك في الحوكمة يعني كل واحد فينا جزء من هذه المنظومة بتكلم مثلا على الاهتمام بالمواطنين الاهتمام بالمتعاملين على الشفافية والإفصاح على حل المشكلات على قدرة المخاطر فكل واحد فينا لقى دور فبقى فاهم ما هو دوري أنا في هذا المجال في بعض المؤسسات المخاطر ممكن تيجي من عام الأمن ممكن تيجي من سواء ممكن تيجي من مواصد البسيط فبقى أنا فاهم ما هو دوري في المخاطر في هذه المؤسسة الحاجة الرابعة التصرف في حدود الصلاحيات المعطالية إن أنا عارف ما هي صلاحياتي المعطالية من قبل الجهة الأعلى ألتزم بهذا الإطار ولا أخرج عنه لو محتاج أخرج عنه بروح للجهة الأعلى أطلب الإذن في الخروج عن هذه الحدود الحاجة الخامسة الالتزام بموثيق العمل في مثاق عمل في مثاق أخلاقي في مثاق حوكمة أبقى أنا أريها وملتزم بها تماما وبالتالي قد يكون مثلا في بعض الموثيق خاصة مثلا بالهدايا هل أنا تقبل هداية من عميله أو أنا تقبلش من هداية أبقى أنا عارف إيه سياسة المؤسسة وألتزم بها تماما في هذه الحالة ولو في مخالفات أبلغ عنها الجهة الأعلى وآخر حاجة خالص هي دورك في المخاطر والتطقيق دوري في التأكد أن إحنا بالفعل ملتزمين بكافة السياسات الخاصة بالمخاطر والتطقيق على المؤسسة والتحقق بأننا ماشي عن نظام الموضوع من قبل الجهة الأعلى أو جهة القيادية في المؤسسة يبقى إذن كل واحد له دور في موضوع الحوكمة ليست هي قيادات عليا لديها إدارة خاصة للحوكمة لو في إدارة هي بتيسر وتنصق كل هذه الجهود ولكنها لا تعمل بمعزل عن باقي المؤسسات الحاجة الأخيرة أتكلم عليها هي الحقيقة المعيار الخاص بالتميز الحكومي وفقا لبرنامج التميز الخاص بحكومة دبي الحقيقة أن هذا المعيار بيؤكد نحن قلناها دلوقتي بيؤكد أول حاجة على ضرورة وجود إطار عام مناسب إذن أي مؤسسة فيها إطار عام يتم وضعه للحوكمة في هذه المؤسسة وزي ما قلنا هو اللي طالع عام فيه شيء من المرونة عشان تختلف الجهة الحكومية عن جهة أخرى سواء ما أتكلم على إدارة على مشروع على أي أن كان تختلف إذن أول حاجة وجود إطار عام في غير الأهمية الحاجة الثانية إعلاء مبدأ المساءلة إن كل حد عنده صلاحيات هو يساءل عن هذه الصلاحيات والموارد نعرف هو عمل بها إيه الحاجة الثالثة الالتزام بالشفافية وبالتالي ما يتحاولش الأمور إنه إحنا بنخبي كل حاجة على المتعاملين الحاجة الرابعة هي الالتزام بالترشيئات والقوانين والحاجة الأخيرة هي ضبط المخاطر الريسك مانجمين فكل مؤسسة حكومية عليها إذبات عليها وضع هذه النظم وإذبات إنها عندها بالفعل هذه النظم بشكل جيد إيه المطلوب مننا؟ أول حاجة تصميم وتطبيق إطار عام الحوكمة إذن الجهة عليها تصميم وتطبيق الإطار العام الحوكمة الحاجة الثانية بتقيم الإنجازات الخاصة بهذا النظام وبالتالي كل عام بيتم تقييم الإنجازات والتحديات والمشاكل وبالتالي اختراح التحسينات عليها تصميم وتطبيق خطط لإدارة المخاطر فلازم كل جهة عندها نظام محدد من هو المسؤول عن إدارة المخاطر تعريف المخاطر وقدرتها والتعامل معها بشكل جيد هو التصميم والتطبيق والإفصاح والتقييم اللي هي ممكن لخصة في هذا الشكل بالضبط لو هنحبين ندخل كل هذا الكلام في شكل واحد هو الشكل ده أول حاجة وضع وتطبيق نظام للحوكمة يبقى إذن وضع النظام وتطبيقه بس وضع فضوء اللي هتوارحنا قلناها التوجه العام للدولة التوجه العام للإمارة بحط من خلال هذا نظام حوكمة في المؤسسة اللي نشغل فيها في الجهة الحكومية دي أول حاجة والحاجة الثانية تقييم هذا النظام بشكل مستمر يبقى إذن بحط النظام حتى فيه فيه يعني البنك الدولي بيقوله عندهم كما مصطلح بيقوله أنه يعني الحوكمة هي رحلة وليست مقصد معين يعني مش حوصل لحتة لوسط الحوكمة هي رحلة مستمرة لا تنتهي فكل ما عملت النظام ومتميز جدا ممكن بعد سنة أطر عد الفيت تاني وهكذا في ضوء الخبرات وفي ضوء الفيت باك اللي جاي من الناس في ضوء ما يحدث في الواقع العملي ونفس القصة في المخاطر وضعه تطبيق نظام قدرت المخاطر وبعدين تقييمه بشكل مستمر يبقى إذن بحط النظام وبقيم تطبيقه وبعدين بعمل تحسين وفقا ليه نتائج الأداء الفعلي آخر حاجة بقى اللي هي الاعتبارات الخاصة بنجاح الحوكمة في الدولة الحكومية أول حاجة فيها هي القيادة الحوكمة بالفعل تأتي من فوق مش من تحت وإذن يعني حتى دايما بنتكلم على يعني نوع القمة تلتزم بالحوكمة عشان كده احنا نجد ان احنا في الحالة عندنا في الدولة هو مين اكتر حد بيتكلم عن الحوكمة في جهة الحكومية الشيخ محمد بن راجد نفسه لان هو عارف ان هي تبدأ من فوق وبالتالي القيادة في المؤسسة الحكومية خد بنفس القصة هي اهم حاجة في الحوكمة انها تأتي من القيادة كرؤية عامة الحاجة التانية هي وضع الهيكلية المناسبة للحوكمة اذا بحط نظام هيكالي في الجهة بيعكس هذه القواعد اللي احنا نتكلم عليها وضع نظام حوكمة وضع نظام نظام المخاطر وتقييمهم بشكل مستمر وطبعا مثاق عامة الرقابة الداخلية الرقابة الداخلية وفقا لمنظومة الحوكمة هي شريك في تحقيق الاهداف ليست وسيلة لاستياض الاخطاء وليست وسيلة عشان اشوفها حاقب مين مش ده الهدف الهدف من التدقيق هو التعرف على العقبات اللي بتحول دون تحقيق الاهداف المؤسسة وبالتالي النظر الايجابية في عدة الاهمية اننا ليس هدف استياض الاخطاء الجهة الاعلى عشان تعمل العقوبة على الشخص ليس هذا ولادك من الحوكم الحاجة التالتة السياسات والاجراءات الواضحة في المؤسسة واللي هي اللي يتم اعتمادها من الجهة صاحبة الاعتماد التغلم على اي تعرض في المصالح والمسؤوليات بنجد ان بعض الاحيان الشخص بيعمل في جهة حكومية وهو مشارك في شركة قطاع خاص بتقوم بالتعامل مع هذه الجهة لابد من التعامل الجيد مع هذا النوع من المشاكل ان انا يعني قد اكون بعمل في جهة وعندي شركة تورد لهذه الجهة او تتعامل معها بشكل نوع باخر ده فعاية الاهمية الموارد البشرية المؤهلة والكافية وبالتالي الاستثمار المستمر في الافراد ده شيء مهم جدا جدا العلاقات الداخلية الناجحة موضوع الحوكمة من اهم الحاجات فيه التواصل مع الاخرين ان احنا فيه تواصل مؤسسي باستمرار عشان نتأكد ان احنا عندنا نفس الفهم للقيم والمبادئ الخاصة بالمؤسسة للتوجه العام للمؤسسة والدولة يبقى احنا عندنا فاهمين هذا الموضوع ما ينفعش ان تبقى القيادات فاهمة واللي تحتويب مش فاهم حاجة التواصل فعاية الاهمية وبالتالي ان احنا تتحول الى فريق عمل واحد في نهاية الامر يرحية فعاية الاهمية العلاقات الداخلية ترسيخ دور الرقابة الداخلية في التطوير المؤسسي شوف دور الرقابة في التطوير المؤسسي وليس فيه استياد الاخطاء وعضة العقوبات على المخالفين واخر حاجة خالص هي التواصل الفعال لضمان التعاون والانخراط الاخطاء المختلفة داخل منظومة الحوكمة منظومة الحوكمة الهدف الرئيسي من تقييمها هو تحسنها ان احنا بنحط نظام منطبقه من خلال الممارسة بنجد ان فيه بعض الاشياء المحتاجة تتضبق فالتواصل مع الاخرين عشان نشوف ما هي سبل تحسين هذا النظام وتطويره للشكل الافضل وده حاجة سنوية مش حاجة مرة واحدة لان زي ما قلنا هي الحوكمة هي رحلة وليست مخصب بتصل اليه وتقف عنده وخلاص وبهذا بننتهي من يعني اللي بس حبيت فيه عجالة احط بعض المفهومة الرئيسية احنا فيه عندنا في الخارج معلومات زيادة عن موضوع الحوكمة فيه عندنا مقالات موجودة باللغة العربية فاللي يحب لما نطلع فيه فيه مكتب برا عليه مجموعة من هذه النشرات وفيه حد رفع ايده في الاخر خالص فأتمنى لو فيه مكروفون في الاخر خالص على الشمال فيه حد رفع ايده وفيه يعني اتمنى انتم بقى ذات الموضوعين شكرا لكم